هل أنت شايفة أنه الستة عشان توصل لمناصب قيادية محتاجة أنها تدعم ده بالعلم؟ ولا مش لازم؟ لازم يكون فيه إمكانيات معينة طريقة معينة شخصية معينة عشان تقدر أنها تكون سيئو صحيح خديني أقولك أنه الوصول الستة للمناصب القيادية التعليم عملية مهمة طبعاً لكل حال من الأحوال أيامها كان درجة العلمية اللي بتحصل عليها عملية مهمة في تكوين الشخصية يعني ما فيه الشخصية تلاقي عندها وعي من غير ما تكون متعلمة بشكل معين لكن الإدارة لها مهارات أخرى يعني ممكن تلاقي حد على درجة علمية كبيرة جداً ولكن لما بيجي يشتغل في شركة أو يتولى جروب أو إدارة لا تلاقيه مش بنفس هذه القدرة العلمية على إدارة الشركات فالحياة يعني الإدارة عامة بتاخد إطارات كتيرة مختلفة ومهارات مختلفة وبتكتسب أكتر من زي ما بيقولوا من السوق يعني من الشغل نفسه مهما تقولي أنه أرض الواقع الدراسة الأكاديمية مهمة لكن الدراسة العملية أو وجودك في السوق أهم طبعاً أهم لأنه بيعلم حاجات كتيرة مختلفة تماماً عن النظرية يعني تسخلي لمرحلة التطبيق بتشوفي أزمات كذلك تتغلب عليها يعني فيه أمور كتيرة بتشكل عملية القيادة لكن تحديات زي ما أنت ذكرت في مقدمتك بالنسبة للمرأة أكثر صعوباً في عمل توليها للمناصب الإدارية برغم أن هي الأكثر يعني بتقارير كتيرة طلعة أنه الشركات اللي تقودها مرأة سواء على المستوى العالمي أو حتى على مستوى الريجين عندنا بتحقق مستويات عالية جداً من الأداء ليه تفتكري ليه؟ يعني إلي ممكن يكون بيميز المرأة أو الامكانيات اللي عندها اللي تخليها تحقق نجاحات في شغلها الشغف 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 عندها شغف وعندها إسرار وعاوز أتقول أني هي يعني مش كائن مهمش وكائن قادر يصنع فرق في الصناعة اللي هو بيشتغل فيها أو في الإدارة أو من خلال شركتها فدايماً تفكير الفئات الزامب الأقلية أو تفكير الفئات المضطهدة في فكر معين أو اتجاهها في ثقافة معينة اتجاه عمل المرأة هي بتبقى عندها لود وعندها مسؤولية أنها تثبت عكس ما يقال في البيئة المحيطة بيها أو في مجتمعها فبتدي كل ستات مثلاً لو نحن ناخد السي او ومن مثال من القصص اللي صدفها المؤتمر وسمحها ومن المتحدثين اللي كانوا على الجلسات المختلفة لي خلال العامين الصادقين كل ما بتسمعي الحكاية وتسمعي وتشوفيه التجربة بتاعت الشركة وبتتكلم في أرقام حجمها عاملت زي تلاقي وراها إسرار شغفية وإذا تثبت لنفسها ثم مجتمعها إنها قادرة على العمل بنفس كفاءة عمل الرجل الحقيقة كمان هي بتمر بتحديات كتير جداً يعني ويمكن تحديات مختلفة أو عايزة تكون أمة أو زوجة أو التحديات بتبقى يعني مضاعفة كتير أو فيها مضاعفات كتير جداً النهاردة لو حنتكلم بشكل شخصي عنك أنت إيه التحديات اللي ممكن تكون يمورتي بيها وشايفة إن الستات كتير ممكن يكونوا بيمروا بيها عشان يوصلوا لمناصب قيادية أممكن أنا شخص محظوظ شوية فلو أنا هيخد نفسي كمثال ما تعرضتش في حياتي لضغوط كتيرة جداً لكن لما اشتغلت مثلاً أو قررت إن أنا أشتغل في القطاع الخاص أو إن أنا يكون عندي شركة وأتولى تبني يعني بلاتفورم خاصة بالسي اوز و بالشكل اللي كنت بشتغل عليه لوقتها عرفت حياتي ممكن كنتش واحدة بيلي منها نعم من خلال قصص الآخرين من خلال قصص الآخرين يسيئ إيه يعني أخدت بيلي أنه يعني شعرت بأنه المرأة في قطاعات معينة هي مش موجودة في الساحة لسه بنبص للمرأة بأنه إنها جزء من صورة لكن مش صورة كاملة فيه إن معدلات أنا بوهتم شوية بالأرقام فدائما أتلاقيني ببص على الأرقام حتى يعني في مواضيع خاصة بريادات الأعمال اللي نحن ممكن نتكلم فيه لاحقاً أنه حجم تمويل الشركات بتمول أو القطاعات المالية بتمول شركات النسائية مثلاً في أمريكا بنتكلم في رينج تلاتة لخمسة في المية فقط لشركات اللي تديرها سيدة بتحصل على التأمين تمويل في البزنس بتاعتها خمسة في المية فقط؟ خمسة في المية في الشرق الأوسط من خمسة لعشرة في المية يعني عندنا في الشرق الأوسط كما هو الوطن العربي ممكن بيعززوا المرأة أكتر ووجود المرأة أكتر أو مشاريع اللي فيها أو المؤسسات اللي فيها مرأة أكتر أهل شركات المرأة الصغيرة ومتوسطة أكتر لأنه ظروف الحياة تغيرت في المجتمعات الشرق الأوسط المرأة معيلة لأسرتها بالكامل المرأة هي مثلاً في دولة زي مصر النسبة للمرأة اللي بتحصل على قروض صغيرة ومتناهية الصغار ضخمة جداً جداً وأنا عارفة أن الدولة المصرية مهتمية جداً بالمرأة بشكل عام يعني كان في حامة الرئيس آل السنة اللي فاتت أنه عام المرأة أنه في دعم كبير للمرأة أي أن كان بقى في كل المجالات في صحة المرأة في المشاريع زي ما كنت بتقول يا الصغيرة ومتناهية الصغر إلا المتوسطة والكبيرة كمان دعم المرأة بشكل عام هو من أولويات الحكومة المصرية وده شيء مهم جداً لو كلمنا عن مجالك أنت يعني يمكن أنت بتشتغلي في جزئية بتاعت الإعلام وجنبيها كمان جزء مهم جداً أنه هو اللوجستي وده يمكن مجال مش كتير قوي من الستات بيشتغلوا فيه النهاردة إيه اللي خلاكي تتطرقي أو تدخلي في المجال ده؟ وهل شايفة أن احنا كمجتمع المجال ده فيه فرص للاستثمار كتير؟ بسي هو قطاع واعد جداً قطاع اللوجستيات أرجع وأقول لك أنه قطاع صعب مش مفتاح بشكل كبير للمرأة ومع ذلك فيه قصص كبيرة في هذه القطاع زي عبر لهيطة وغيرها اللي بتدير بزنس كبير جداً في هذا السكتر على النطاق العالمي والإقليمي فيه ومن كتيرة في المجال اللوجستيات بس ممكن يكون مش بنسبة أكبر لطبيعة العمل ويمكن ده اللي يخلى منظمة زي المنظمة البحرية أنها تخصص يوم عالمي للمرأة عشان تشجع العمل في القطاعات المتبطة بالنقل عمتاً بكل أطرافه ومنها النقل البحري ثم الخدمات اللوجستية في الحقيقة نفس الشركة نظمنا مؤتمر عن البحر الأحمر وده ممكن كانت بداية عملي في هذا القطاع أو اهتمامي بهذا القطاع كنت ما عرفش أي حاجة في هذا المجال لكن حياة كده من حوالي أربع سنين المؤتمر خليني أعرف تفاصيل كتيرة قوي عن القطاعات دي خليني شوية أنه ليه ما بتديش أفهم طريقة العمل فيها وأننا نعمل شركة صغيرة في هذا المجال شوية شوية بتكبر شوية شوية التمدد الخاص بيها بيبقى أكبر ويعني القطاع اللوجستي مازال هو من القطاعات المش مسموح أو المش يعني فورص وجود المرأة لو نتكلم كمرأة في قطاع كله رجالة كله أغلبية صحيقة في ده هتكون عملية صعبة ولكن هو في النهاية زي وزي أي بيزنس أو زي وإي قطاع استثماري أنت ممكن تشتغلي فيه بتمر بيه تحديات معينة بالإسرار هو اللي بيعمل فرق إسرارك على أنك تثبيتي نجاحك في المجال ده دراستك ليه كمان بشكل جيد مهم الدراسة أو الاطلاع عليه بس الأساسيات واحدة يعني أساسيات الإدارة واحدة أي مكان القطاعي طيب لو جينا بقى لسي اي او ومن هو الحقيقة حدث وحدث مهم ومنتدى بيجي فيه كتير جدا من السي اي اوز أو من الشخصيات القيادية النسائية من العالم كله ومن الرجال كمان هذا فيك كان إيه لما كونتي الفكرة وإحنا منتكلم أن دلوقتي إحنا تالت نسخة صحيح تالت نسخة وهو تحت رعاية رئيس الوزراء ووزارة السياحة والأثار ويمكن إحنا منتكلم أن النسخة دي كمان تحت رعاية الهيئة الصحية أو هيئة الرعاية الصحية فشملة مجالات كتير جدا ومعنى أن هو تحت رعاية رئيس الوزراء ده معنى أنه حاجة كمان طبعا مهتمية بيها الدولة بشكل كبير كلمينا برضو عن الفكرة وليه جماعتي سي اوز ومن أو سيدات من القائدات من العالم كله وفي مجالات مختلفة في مكان واحد أوكي خليني أقولك أنه سي اوز يعني المؤتمر ده كانت فكرته أنه احنا كنت بفكر أنه يبقى عندنا مؤتمر اقتصادي للمرأة المرأة صانع للسياسة الاقتصادية ومتأثر بالسياسة الاقتصادية لكن عادةً لما بنسمع صوت المرأة في أحداث وفي المؤتمرات وفي الأخره بنسمعها لإما ستوري بتحكي قصة نجاحها بتتكلم على التحديات اللي وجهتها ولأخره بس ما بنسمع شي صوتها في القطاع نفسه في المشاكل اللي بتواجهها في الاستثمار القطاع ده حجم نموها إيه إيه رأيها في السياسات الاقتصادية الموجودة إيه مدى تأثيرها بهذه السياسة فكان الفكرة أنه إحنا يبقى عندنا منتدى اقتصادي من الدرجة الأولى يناقش قضايا اقتصادية بزواياها المختلفة دايماً بنتعب شوية في الأجندة بنتعب في المواضيع علشان تاخد الفورمات اللي أنه بنتطلع في النهاية توصيات بشكل معين عاوزين نسمع وار مقتر بمعنى إيه توصيات؟ عايزة أقف معيش أنا أسفل قطاع كلامك بمعنى إيه توصيات؟ يعني هل ده بيكون زي النتيجة بتاعة المؤتمر من خلال النقاشات أو حلقات النقاشية المختلفة وأجندة بعد كده بتنفذوا بيها النتائج دي مثلاً على مدار السنة؟ ده حقيقي المرحلة الأولى كنا بنهتم أن نحن نسمع الأراء المختلفة بحسب مواضيع الأجندة وحسب الكلسات ونسمع المرأة رأيها إيه في الوضع ده أو في المواضيع اللي بتنقشها الأجندة ونصدر توصيات زي كتير من المؤتمرات ونديها لدوائر أو للجهات المعنية بتنفذها نبعثها للوزرات المشاركة معنا للمجلس الوزراء إلى آخر ونعلنها كمان لدى الإعلام من تاني نسخة بتدينا نفكر هي أنه مش دايماً مش لازم الحكومة تعمل كل حكاً إحنا كمجتمع مدني وإحنا كمواطنين في البلد دي المفروض يكون لنا دور أكتر من إحنا نقول توصية أو نقول يا جماعة عميلوا كده يعني أكتر من فكرة التنظير يعني نصيحة طبعاً أنا عملت إيه بالنصيحة دي بالضبط إن إحنا ننفذ بعضاً منها أنا في حاجة عملية تتعمل على الأرض الواقع فعلاً ده حقيقي وكمان إن إحنا كمان منعرف يعني أنا يعني زي ديني كده حاجة من التوصيات اللي طلع بيها المؤتمر مثلاً السنة دي واشتغلت عليها على مدار السنة حاجة تخص المرأة وقيادة المرأة في أي من المجالات تبع السنة اللي فاتت كان عندنا توصية إنه يبقى فيه صندوق لدعم مشروعات المرأة لما بتدينا نشتغل على دراسة الفكرة ونحطها في مرحلة دراسة جدوى لقينا إنه فيه سنة دي استثمار كتير بتدعم المرأة أو حتى مش لازم تكون مخصصة للمرأة بشكل جيد بس نكتر نعمل منصة لدعم مشروعات المرأة وفعلاً اشتغلنا على عمل منصة متكاملة بطم شركات كتيرة جداً على أنها تقدم دعم وسابورت التمويلي للمرأة سواء كان في إطار استشاري تعاقدنا مع مكاتب عالمية في هذا الصدد لكي تقدم خدمات استشارية للسيدات في إطار القانون وده من مشكلة البزنس يا مشكلة قانونية في الأساس هو لازم الاهتمام بتأسيس الشكل السليم والورق والتفاصيل والتسجيل وكل حد لأنه ستتات كتيرة قوي وعندما حتى الستارتاب وأفكار هي ناس كتيرة قوي بتوقع في أخطاء كتيرة متعلقة بالتأسيس وأخطاء كتيرة متعلقة بالقانون وجه لنا لأمور كتيرة قوي بيخلي أن البزنس بتاعنا مش ستيبل يا ناظر طبعاً عملت دراسة جد وهي لا بس بعيدة عن الإطار القانوني بعيدة عن التغيرات اللي بتحصل بعيدة عن المحاكم اللي بتحكمك فين في أي إطار فيه أمور كتيرة تفصيلية في هذا الموضوع كنا مهتمين أن نعلم الستات أو نشتغل حتى في طوعية ده ويمكن نهتمينا السنة الحالية بعمل شركات مع كتير من مكاتب المحامة الإقليمية والعالمية وكمان مع أجهزة ومجالس بتقدم خدمات زي الجمعيات الأعمال المختلفة زي جهاز التحكيم وفض المنازعات اللي تابع لهيئة الرقابة المالية الرقابة المالية نفسها بحيث أنه هما بيقوموا بشغل كتير جداً بيقوموا بورش عمل كتير قوي بس منبقى أنه دي ثقافة عاوزة ناس كتيرة ويتعرفون بسي أنا اللي عجبني فكرة أن أنت جبتي كل الهيئات المختلفة لتكوين هدف أو لتحقيق هدف يعني مش ديتي ناصيحة لأ أنت طبعاً بدعم من الرقابة الإدارية أو مصلحة الدرائب أو المكاتب الحكومية أنت جمعتي التوليفة دي كلها في مكان واحد بحيث أنه الست اللي يكون عندها مشروع وعايزة تحققه فهتاخد النصيحة، هتاخد الاستشارة هتتحطى على الطريق المظبوط بحيث أنها تقدر تنفذ فكرتها مشروعها؟ ودايماً من المشاكل بتواجه الستات هي مشاكل ممتبضة بالتسويق ومشكلة المشاكل يعني أنا عايزة أقولك فكرة صغيرة بتسويق مظبوط تروح في حتة تانية طبعاً خالص يعني طب لو اتكلمنا على التمويل لأني دي حاجة من الحاجات الأساسية خلينا نقول مش رقم واحد لأن الناس بتبقى فكرة كان مشروع صغير بالنسبة لستة أو رائدة أعمال صغيرة عندها فكرة أن الهدف هو المال بالعكس ده هو ده بيجي من ضمن الأهداف لكن مش الهدف الأساسي هل بتوفروا أو هتوفروا مثلاً السنة دي تمويل شركات صغيرة أو لمشاريع صغيرة ولا هي فقط عبارة عن استشارات منصة هي منصة منضم فيها سندي استثمار منضم فيها مؤسسات مالية ومصرفية منشوف يعني مثلاً لو بانك معين طريقة اللي هو الأوراق اللي بيكون محتاجة علشان يدي تمويل لشركة صغيرة بنتي بتجهزيها علشان تقدر تخش على أي مؤسسة مالية ومصرفية تاخد التمويل اللازم لمشروحها تاني حاجة هي المشكلة مش مشكلة التمويل بس المشكلة في أنها تكون قادرة توصل لفكرة المشروع كتير من يعني بيكون عندنا أفكار وأفكار جميلة جداً بس لما بنيجي نحطها تحت إطار التنفيذ بنحبط بحاجات كتيرة قوي بالسوق بمتفجيرات وهل ينفع للسوق ولا لا؟ وينفع للسوق هل يتقبله ومتقبلهش فيه أمور كتيرة جداً أهمية دراستها ممكن تفوق أهمية الحصول على التمويل أنا دايما بيقول أن رائدة الأعمال زيها زي سي أو بالزبط زيها زي يعني الست اللي في مراكز قيادية كبيرة جداً لأن هي بالمشروع الصغير هي قيادية برضو لأنه مشروعها ممكن تكون بتواجه كمان تحديات أكبر هي فريق هي بالزبط هي لوحدها فريق هي لوحدها الشركة بتشوفي إيه هو الحاجة اللي زي بعضها أو الحاجة المشابهة ما بين الست اللي في مراكز قيادية علي يوم ما بين الست اللي عايزة تبدأ مشروعها أو عندها ستارت أب أو رائدة أعمال لسه بتبدأ في حياتها إيه هي الحاجات المشتركة أو إيه هي الحاجات اللي لازم تكون موجودة في الشخصيتين بصي هي الدخول في مقارنة أممكن أنا ما قدرش أحط أنه السي أوز اللي بتشتغل لأن هي مرت برضي بمراحل كتيرة عشان توصل لأنها تبقى سيئة إنها تبقى كده فهي بالنسبة لها التجربة بتاعة الانتربنير هي مشابهة بالضبط لقصتها تلاقيها كوبي بيست من القصة بزاق لكن الانتربنير أو الرائدة الأعمال وهي بتشتغل في سوق شديد صعوبة بتشتغل في تغيرات اقتصادية عنيفة بتشتغل في منطقة صعبة على قد ما فيه يعني فرص لنمو عالية جدا على قد ما فيه تحديات الأدواء أو المهارات اللي بتكون عند الشخصية دي والشخصية دي هي الإصرار الشغف إنها مصدقة هي إنها توصف إنها تقدر إنها تقدر والاستمرار هي لأنها هل ما أعتقد أنه برضو إحنا دايما نقول الشغف وإن هي تبدأ وإن يكون عندها قوة بس بنيجي في طص الطريق نقعة أو طبيعي نعدي بتحديات ينكمل يما نكمل فبتشوف الاستمرارية مهمة وإزاي أقدر أن أنا أستمر يمكن أنا بسألك من خبرتك بقى لأن على مدار الثلاث نسخ المختلفة إن شاء الله بإذن الله يكون فيه نجاح للنسخة أكيد الثلاثة سأتكلم بشكل عام على مدار السنين اللي فات أكيد أنت شفت كتير أي إن كان من الانترابنيرز أو من رائضات الأعمال اللي لسه بيبدأوا مشروعهم لسي أوز أو الستات اللي في مراكز قيادية عليه أكيد شفتي في الاثنين دولة يعني تحديات كتير إزاي بيقدروا يستمروا يعني إزاي ممكن بدون طبعا المقارنة ما بين الاثنين بس هي نفس الفترة اللي بتيجي بيقولها أنا مش عايزة مش قادرة كامل أعوز أقولك إن الجيل الحالي هو جيل محظوظ أكتر بكتير من أجيال قبل كده لأنه في جهات كتيرة جدا الموجودة بتقدم دعم للرواد الأعمال في شركات على مستوى القطاع الخاص وعلى حتى مستوى هيئات بتقدم دعم وكبير وغير محدود بزرق عندها مناخ بيدعم الفكرة بتاعت الأنتربينار يعني لو أري مثلا أقولك إنه الحكومة المصرية عملت لجنة خاصة بمجلس بضم عدد كبير من الوزرات والوزراء علشان يشوفوا المناخ العام الخاص بريادات الأعمال وإزاي يعلوا من أداءه ويعلوا من حجم معدلاته الفترة اللي جاية باحتبار مصر دولة شابة ففيها نسبة كبيرة من الشباب اللي محتاجين شغل اللي مش هيحصل ده إلا بالانخراط لعمل الخاص أو القطاع الخاص فأنا بشوف إنه الجيل ده لأ جيل محظوظ بمهارات كتير اللي بيستمر الاستمرارية هي أدوات النجاح يعني لما نيجي نقول أنت عشان تنجح لازم تكون مصدق أنت بتعمله عندك شغب به عندك إيمان عندك انضباط أنك أنت هتعمل الحاجة دي في التوقيت معين بشكل معين تبقى قادر تقرأ متغيرات السوق إمتى تنسحب وإمتى تتكمل كلها دي خبرة بياخدوها مع الوقت وبياخدوها من خلال المدربين الموجودين دلوقتي مثلا بشوف مثلا ستارت أب ليها ليها يعني زي من والأب روحي لها قائد بيبتدي وجهي لازم يكون فيه عندك دايما في حد بترجعيله يعني مدرس معلم قائد بتسماعيله ده مهم جدا لأنه لازم ياخد بإيدك كده لغاية ما إيه وده بقي متاح يعني في برؤ يعني في حاجات كتير في الجامعات بيتعمل في الحضنات الأعمال بيتعمل تقدري تطلبيه من على بلاتفورم كمان كتيرة بتقدم رواد الأعمال فأنا بشوف إنه رواد الأعمال شوية ما بقاش عندهم المشاكل اللي ممكن تكون تواجه رواد الأعمال في الماضي القريب لا بالوضع أفضل ومتحسن أكتر طب إيه صفة المشتركة اللي انتي شفتيها ما بين السي او ومن كلهم أو السيدات اللي في مراكز قيادية في مجالات مختلفة يعني اديني مثلا ثلاث صفات بتشوفيها مشتركة فيهم غير الشغف الانضباط احترام المواعيد ده أنا عايز أقولك ده يعني أنا يعني هي ممكن تروح الشغل مش عاملة شعرها عادي جدا ومش حطها ميجب بس لازم تبقى في معدها مواعيد شعور أول حاجة الانضباط طب تاني حاجة هي عارفة هي عاوزة إيه محددة أهدافها محددة أهدافها عاصم طب وثالث حاجة بيبقى عندها نوع كده أنت يعني يعني واخد حصانة ضد الإحباط تقولي لها أصلاحنا مش هتمشي كده هي تقولك لأ بس إحنا هنقتر لأ إحنا هنعرف لأ أنا هنفكر في كذا أكيد هنلاقي لها حل عارفة جملة هنلاقي لها حل دي دي بتكون دائما جمل الأشخاص النجحين هم هم تلت تلت حاجات مهمين جدا لأن زي ما أنت بتقولي المتغيرات كتير قوي قوي ولو أنا مش شدة حيلي كده ومسكة نفسي حق للأسف شديد يعني طبعا لو جينا اتكلمنا أو لو جاء حد سألك قالك طيب أنت بقى بعد ما عملتي النسختين اللي فاتوا وشفتي عدد مهول من السيئي اوز تنصحي أي حد بيتخرج أن هو يشتغل في منظمة أو منظومة ويوصل أن هو يكون سيئي او ولا تكون رائدة أعماله وتكبر شركته أوكي بوسي دي لها مهارات ورائد العمال لمهارات فيه شخصية بتنجح في الكرير الإداري تخش شركة بتنجح وبتوصل بنمو وتمر بمعوقات كتيرة جدا لحد ما تبقى هي التوب في الشركة دي وده بحكم حاجات كتيرة قوي بيقي فيه بخط رائدة الأعمال هي واحدة مغامرة هي واحدة بتشتغل بفلوسها وفلوس العيلة بتاعتها ومجوهراتها بتبحها ومش عارفة إيه علشان تبقى حاجة فدي كاركتر ودي كاركتر لو هنتكلم على الكاركتر الإداري هي بتتعلم مهارات معينة بتمكنها لإدارة شركة فيها آلاف الموظفين لها فروع في مناطق كتيرة قوي وفيه واحدة تانية خدت الخط بتاع أنها هي اللي تعمل شركة فدي شخصية ودي شخصية عشان كده ممكن تلاقي سيدات الأعمال اللي بيمتلك البزنس بتاحهم وممكن المشاهير في مجتمعاتنا هي مالكة للبيزنس أو ده شغل عائلة فهي تعلمت مهارات القيادة البزنس ده فبيئة هي اللي بتدير مدرته التنفيذية بس أنا رواد الأعمال يعني ديت حالة تانية وبيبتدوا من السفر بتدوا من مدخراتهم بيبتدوا تحت ضغوط معينة بيكبروا واحدة واحدة بيوصلوا يعني بتبقى مواضيع مختلفة في فرق ما بين أنك أنت تليدي بزنس وأنك تخش على بزنس مم